أهلاً وسهلاً بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم إيماننا الحي موضوع حلقة اليوم عن المواهب الروحية ما هي المواهب الروحية؟ ما هو الفرق بين المواهب الروحية والمواهب الطباعية؟ كيف نكتشف هذه المواهب؟ وفي أي اتجاه نحن ينبغي لنا أن نستخدمها؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى أحباء المشاهدين والمشاهدات النهاردة هنتكلم عن المواهب الروحية ماذا يقول الكتاب المقدس عن المواهب الروحية؟ يسعدنا اليوم أن نستضيف ويكون معنا جناب القصة عبد الملاك دويس عدو الهيئة الإسلامية المسيحية بالأردن أهلاً وسهلاً حضرة الأسيس سعداء بوجودك معنا في هذا الوقت عايزين نتكلم عن المواهب الروحية يمكن أول سؤال بييجي في خطرنا وأفكارنا إيه الفرق بين المواهبة الروحية والمواهبة الطبعية أو المواهبة الفطرية؟ هل فيه فرق بين الاتنين؟ آه بالطبع فيه فرق بين الاتنين أولاً المواهب الروحية هي من روح الله مواهب الروحية هي جاية من روح الله هي عاطية من الله يعني دي حاجة من الروح القدس من الروح القدس جميل تمام أما المواهب الطبيعية فهي من الإنسان يعني تيجي المواهبة منه وغالباً تكون لتمجيد ذاته بينما المواهب الروحية هي لتمجيد الله يعني الغرض منها هو تمجيد الله يعني لو أحد صوته حلو جداً جداً زي المغنيين أن نسمحهم بدون ذكر أسماء وصوته جميل دي موهبة روحية أم موهبة طبيعية؟ لا دي موهبة طبيعية مالهاش دعوة بالموهبة الروحية إمتى تتحول الموهبة الطبيعية إلى موهبة روحية؟ حسب الاستعمال يعني إذا واحد عنده موهبة طبيعية واستعمالها فيما للروح فيما لله بتكون موهبة روحية أما دغل عليها هو واستعمالها جسديا وأغراض بشرية بتكون موهبة طبيعية المواهب الطبيعية كده إحنا كده قدرنا نفهم حاجة أن المواهب الروحية بتيجي للناس اللي أعطوا قلوبهم لله نعم ودي بياخدوا العطاية اللي هي موجودة أو المواهب اللي موجودة من الروح القدس اللي بيمنحها الروح القدس نعم أما المواهب الطبيعية دي حاجة بالفطرة بنتقول بيها حاجة بالفطرة نعم لكن لا نستخدمها في مجد الله لا نستخدمها في مجد الله كل واحد بيمجد ذاته كل واحد بيمجد ذاته اللي بيغني بيمجد ذاته عايز الشهرة عايز كذا عايز كذا اللي بيستخدم أي موهبة عنده بعيدة عن الله ده بيمجد ذاته طيب ده فرق جبير فعلا ولازم أن نحن نخلي بالنا من الموضوع ده أن فيه فرق بين المواهب الروحية والمواهب الطبعية ليس كل إنسان موهوب يبقى من ربانه جميل جدا طيب ممكن حضرتك تقول لنا بعض المواهب اللي ذكرها الكتاب المقدس عشان نفهم إيه هي كلمة موهبة واحد موهوب إحنا مثلا في العالم الحاضر دلوقتي في واحد بيلعب كرة القدم قويس بنقول ده موهوب واحد بيغني يقول ده موهوب واحد بيرسم بنقول ده موهوب يكتب شعر بنقول موهوب طيب المواهب الروحية إيه هي المواهب الروحية من هذه المواهب مواهب الشفاء ومواهب الشفاء يعني أن الإنسان يطلب الشفاء للآخرين أو إذا طبيب ماهب وربنا عطيه هذه الموهبة أنه أيضا تكون من ضمن مواهب الشفاء مواهب الشفاء ليس إنه بس يجي لمعجزة لا لكن يطلب من الرب بقلب طاهر بنقي أنه يشفي هذا الإنسان ورب قادر أن يمد يده ويشفيه أمين وإحنا عندنا أمثلة كتير في الكتاب المقدس لناس كان عندهم موهبة الشفاء نعم إيه المواهب الثانية اللي ربنا ممكن بيديها للمؤمنين مواهب التعليم فكان من ضمن مواهب التعليم كان القديس بولوس الرسول بولوس كان مشهور جدا بالتعليم وكان يجول بين البلدان لكي يعلم هذا كان الرسول بطرس كان مشهور بمواهب الوعد موهبة الوعد ومنحر في يوم الخمسين كسب تلات تلاف شخص فهذا من أجل عضا واحدة فهذه هي مواهب الوعد مواهب القيادة ومواهب القيادة يشترك فيها يعقوب الرسول وأيضا بطرس الرسول يشترك مواهبة القيادة فمن ضمن هذه المواهب موجودة بكتاب المقدس مواهب الخدمات زي طبيصة طبيصة كانت تعمل خدمة لأهل الفقراء أن تعطيهم الملابس فهذه كانت مواهبة من ضمن مواهب الخيرية أحيانا نحن نحتكر مثل هذه الأشياء وما نعتبرها إذا تقيمة في الكنيسة مع أنها إليها قيمة عظيمة كانت مع أن الناس كانت تبكي عليها لما ماتت لما ماتت أكيد قال أنها كانت بمملوء عمالا صلاحا جميل مواهب الألسنة ومواهب الألسنة يقول الكتاب المقدس أنه لابد أن يكون هناك مترجم عندما يكون هناك ألسنة يابد أن يكون مترجم وإلى مال فائدة يقول خمسة كلمات بفهم بترجم أحسن من خمسة آلاف كلمة بلا فهم ده هيخلينا نسأل حاجة عن التكلم بألسن إيه هي موهبة التكلم بألسن؟ لأن أعتقد أن فيه سوء فهم لهذه الموهبة فيه ناس بتعتقد أن الإنسان عندما لا يستطيع أن يتكلم كلام مفهوما يبقى حل عليه الروح القدس واتكلم بألسن وإن مرة بسأل إنسان وبيقول له أنا تكلمت بألسن بقول له طب أنت فهمت إيه؟ قال لي لا أنا ما فهمتش دي رسالة من ربنا قال له طيب إلا حواليك فهمه إيه؟ قال له ولا حاجة دي هي رسالة أنا بكلم الله بأسرار قال له أنت بتتكلم بسر واللي بيسمعوك بتتكلم بسر يبقى لغبطة يبقى شو الفائدة؟ إيه هي موهبة التكلم بألسن كما يشرح لنا كتاب المقدس وكتاب المقدس بيبين أن الرسول بطرس كان بيتكلم بلسان في يوم الخمسين في يوم الخمسين لكن هذا اللسان كان يروح لكل واحد بلغته فالروح القدس كان يعمل إما في الناس أن هم يفهموا بطرس بهذه اللغة أو يتكلم بطرس بطريقة أن يفهم كل الناس أو يخلي بطرس يتكلم بلغة بلغة الناس يفهموها لغة الناس يفهموها فهذه هي الطريقة المهمة أنه يكون في فهم بالموضوع لأن ربنا ليس إله شوشرة طبعا الحاجة الغير مفهومة ليس من الروح القدس إله نه نظام إله نظام إله ترتيب فإذن هنا موهبة التكلم بألسن ليست هي الشوشرة ولكن هي شيء يكون ليه معنى زي يوم الخمسين يكون مفهوم ويكون بيئة دغارة دي هي المواهب الشفاء الروحية أو مواهب تكلم بألسن نعم في مواهب تاني الكتاب المقدس بيتكلم عنها آه في طبعا مواهب أخرى يعني ناخد موهبة التدبير وأنا قلت التدبير زي يعقوب أنا قلت التدبير كما يعقوب آه يعني إحنا تكلمنا عن أنواع كتيرة جدا من المواهب دلوقتي عايزين نسأل السؤال ليه الروح القدس أعطى المؤمنين المواهب خلاص ليه إيه السبب ما هو الغرض من المواهب الروحية في الكنيسة أولا لتنشيط الكنيسة بشأن الكنيسة تكون نشيطة نشيطة تماما والشيء الثاني تقوية الكنيسة يقويها بالإيمان لأنه نريد أن نقوي بعضنا بعضا نقوي بعضنا بعضا والحاجية هي لإكمال القدسين لتكميل القدسين أنه أنا محتاج إيش أخذ منك وإنت محتاج إيش تخذ مني يعني موهبة عندي أعطها لك وموهبة عندك تعطها لك فهي لتكميل القدسين هذه المواهب وجدت طيب يعني هنا إحنا كده بنتكلم على داخل الكنيسة بس نعم أن في داخل الكنيسة المواهب محتاجينها لتكميل القدسين أن كل واحد محتاج لأخوه فبيحصل واحدة كمان من تبادل المواهب الروحية أو استخدام المواهب الروحية لكن مثلا موهبة الشفاء لجوه الكنيسة والبرا الكنيسة ممكن الشفاء يكون داخل الكنيسة ومرة الشفاء يكون خارج الكنيسة فهناك أهداف أخرى للمواهب أن يكون مفيدة ليس فقط للكنيسة بل لخارج الكنيسة إزاي تكون مفيدة لخارج الكنيسة؟ يعني واحد مريض برا مش من الكنيسة وراح اللي عنده موهبة الشفاء راح يزوره ممكن موهبة الشفاء تتم عنده وهو يستفاد منها هل في أمثلة في الكتاب المقدس بيقول أن المؤمنين استخدموا مواهبهم خارج الكنيسة؟ يعني احنا بيشوف أنه مثلا بطرس وبولس حتى وكلهم كل الرسل كانوا يستخدموا وين ما راح زي ما بيكون المسيح جال يصنع خيرا واشف جميع المتصالة عليه مبليس هما وين ما راحوا وين ما زاروا كانوا بيشوفوا يعني نقدر نقول أن المواهب الروحية كانت هي الأداة الفعالة اللي استخدمها الله لأجل نمو الكنيسة والأجل نمو عمل البشارة؟ نعم والمواهب الشفاء بتخلي الناس تؤمن أنا أمنت رأيت يا تومة أمنت بعض الناس ما بيؤمنوا إلا ما بيشوفوا لما يشوفوا معجزة بيأمنوا فهي أيضا لتنشيط الكنيسة ولتقوية الكنيسة أنا بيحضرني قصة بولس لما نزل على الجزيرة جزيرة ملطة وكانت السفينة مقصورة بيقول للكتاب أنه هو راح شفى واحد مهم هناك وكان عليه حمى وبعدين الكنيسة اللي ابتدى يشفي مرضى كتير في الجزيرة نعم لدرجة أنه بيقولوا أن الجزيرة عملوا إكرام غير عادي للناس دي بسبب اللي عملوا بولوس الرسول هناك فهنا ابتدى فعلا ابتدت البشارة تنمو عن طريق استخدامها هذه المواهب طيب لو رجعنا للمواهب الروحية مرة تانية هل ينفع أن المؤمن يختار المواهبة بتاعته؟ لا يعني أنا مثلا عايز أبقى وعى الشهير مثلا عايز أبقى متكلم عايز أبقى مرنم هل ينفع أن أنا أروح أصالي يقول يا رب خلينا رنم يا رب خلينا رنم زي بقيل المواهبة؟ هل حقيقة المبادرة تكون من الله وليس من الإنسان يعني الله اللي عطى المواهب والله بسابق ما عرفته عارف مين مناسب لهذه المواهبة فهو بيعطيها أعطى بعض عطايا وأعطى مواهب إذن وأعطى وزنات فغالبا المبادرة بتيجي من الله أما الاستعداد الشخصي يكون من الإنسان يعني ما ينفعش مثلا أن أنا أكبر على الروح الكدس أن هو يديني موهبة لا بالطبع لا ما ينفعش لا اللي بيقسم الروح الكدس يعطي لكل واحد كميع بسخاء ولا يعير هو الروح الكدس مش الإنسان نعم يبقى ما ينفعش يبقى المؤمن يتقبل ولا يطلب موهبة بعينها نعم ولكنه ياخد اللي ربنا تقوله عظيم عظيم في أسئلة كتير إحنا في انتظار الإجابة عنها في هذا الموضوع الرائع موضوع المواهب الروحية ولكن هنكمل هذه الأسئلة مع جناب القصة عبد الملاك دويس بعد الفاصل إن شاء الله أحباء المشاهدين والمشاهدات ابقوا معنا إلى ما بعد الفاصل عندنا ما زلنا أسئلة كتير عن المواهب الروحية هل هي مقتصرة على رجال الدين كيف نكتشف وكيف تكتشف مواهبتك الروحية هذا ما سوف نعرفه بعد الفاصل أحبائي عنواننا وبرتنا الإلكتروني موجود الآن أمامكم على الشاشة يسعدنا أن نتواصل معنا يسعدنا أن نسمع أسئلاتكم تعليقاتكم أراءكم في البرنامج يسعدنا جدا أن يكون فيه بيننا وبين بعض تواصل مستمر في اسم الرب يسوع نلتقيكم بخير بعض الفاصل فابقوا معنا سلام الرب معكم برحب بكم أحباء المشاهدين والمشاهدات في تكملة حلقتنا اليوم من برنامجكم إيماننا الحي كنا نتكلم قبل الفاصل عن المواهب الروحية المواهب الروحية عرفنا أنها تأتي من الروح القدس ولا تأخذ عنوى ننفعش أن نفرض على الروح القدس أن نأخذ مواهبة معينة وأيضا عرفنا أن هناك فرق بين المواهب الروحية والمواهب الطبعية المواهب الروحية تأتي من الله لمجد الله أما المواهب الطبعية فهي بالفطرة ويأخذها الإنسان ليمجد نفسه أو لفائدة نفسه أولا وأخيرا ممكن المواهبة الطبعية تتحول إلى مواهبة روحية إذا الإنسان أخضع نفسه لله عرفنا بعد كده أحبائي أن المواهب الروحية أعطيت للمؤمنين عشان باركة للكنيسة في الداخل وبركة لعمل الخدمة في خارج الكنيسة فهي ليها شقين هنكمل أسئلتنا مع بعض وهنكمل أسئلتنا مع جناب القصة عبد الملاجد ويسعد والهيئة الإسلامية المسيحية بالأردن أهلا وسهلا بك حضرت الأسيس مرة تانية عايزين نسأل السؤال دلوقتي عن المواهب الروحية هل هي قصرة على رجال الدين بس؟ نحن أحيانا في مجتمعاتنا الشرقية بنحط كل محور عبادتنا على رجال الدين على الأسيس حضرتك أسيس وأنا أسيس وعارفين الموضوع ده أن نحن بنعتقد أن كل حاجة ربنا إدها للأسس ورجال الدين وبس في المواهب الروحية ربنا إد المواهب لمن؟ المواهب الروحية بالحقيقة ربنا من رحمة ومن عدله أعطاها للجميع سواء قساوسة أو أعضاء أو عامة المؤمنين فالمواهب الروحية أعطيت للرجال الدين ولعامة المؤمنين يعني ليس قصرة على حد معين؟ لا ليس قصرة على حد معين وحتى مش مقصرة لا رجال ولا نساء أعطيت للرجال وأعطيت أيضا للنساء لا ده موضوع كبير أن نستنى فيه في كتاب المقدس أمثلة عن نساء كان عندهم مواهب روحية؟ أعطيت فيه في كتاب المقدس عدة نساء في العهد العديم الجديد؟ في العهد العديم الجديد طب نعرف في العهد الجديد كانت القديسة المباركة مريم أم المسيح فهي كان عندها موهبة التعليم وعلمت المسيح منذ الصغر لدرجة المسيح لما كان عمره 12 سنة كان بيجابه العلماء رجال الدين ويأخذوا ويعطوا معهم بالحجة وكذا كان المسيح من تربية القديسة مريم في الصغر يعني فيه ناس كتير بيعتقدوا أنه كان بيروح مدرس اليهود بيقولوا أن السيد المسيح وهو طفل كان بيروح مدرس اليهود وعشان كده كان قري الكتاب المقدس لكن مش دي الحقيقة الحقيقة أن أمه مريم المباركة مريم أثرت فيه كتير وهي اللي كان التعلم لأنه ما راحش مدرس اليهود لا ما راحش مدرس اليهود طيب ده القديسة مريم مين تاني؟ فيبي وبنات في لوبوس الأربعة فيبي كان ايه موهبتها؟ دي كانت موهبتها موهبت الضيافة الضيافة كرم وكانت يعني بتساعد الرسل كتير فتح بيتها فتح بيتها للرسل وراء الضيافة آه عظيم وهيضا بنات في لوبوس الأربعة كانت موهبتهم إيه؟ ودول موهبتهم أنهم نبيات نبيات؟ نعم كان فيه نبيات من الأخوات من النساء؟ أكيدك زي ما كان بالرجال صار بالنساء يعني دي فيه ناس كتير ما يعرفوش الحقيقة دي أنه فيه نبيات جميل جميل طيب في العهد الأديم هل كان فيه نساء عندهم موهب روحية؟ كان فيه عندنا خلدة خلدة وعندنا دبورة خلدة كانت نبية أعتقد خلدة كانت نبية ودبورة كانت قاضية كانت قاضية وكل دي مواهب الله سواء على الرجال أو على النساء يعني هنا بلاقي المواهب الروحية ما كانتش قاصرة على الرجال فقط بل كمان على النساء ما كانتش قاصرة على رجال الدين بل على العضاء المونين ولكن على العلمانيين العضاء العاديين نعم يعني المواهب الروحية أعطيت للجميع بلا استثناء نعم المهم القلب المهم القلب طيب أعظيم لما نيجي لحاجة زي كده إذا المواهب الروحية أعطيت له الكل وما فيش فرق بين رجال الدين وما فيش فرق بين الأعضاء لأن ده بيأخذ المواهب وده بيأخذ المواهب أما لإيه الدور اللي المفروض الأسيس يعمله بالنسبة للمواهب الروحية الحقيقة الدور اللي المفروض القسيس يعمله فهو أنه يدرب الأعضاء للخدمة ودرب الأعضاء للخدمة وهو طبعاً اللقاءة تبعهم وإرشاداته وهو يشددهم ويشجعهم شجعهم أيضاً على هذه الخدمة فهذه من الاتماسات القسيس أنه يقوم بالإرشاد وتقوية الأعضاء يعني إحنا أحياناً كتير بنحمل على الأسس أو خدام الكلمة فحاجات تانية كتير قوي 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 فالأسيس المفروض يعمل كل حاجة في الكنيسة تقريباً هل ده صح؟ لا بالطبع قطع الخسيس العامل مع الأعضاء الأعضاء لابد أن يعملوا مع القس ولا يجب أن تكون الكنيسة كنيسة الرجل الواحد اللي هو القس راعي بل كنيسة الأعضاء الجميع فهنا تكون نشيطة وقوية ومتنوعة لأن أعتقد أن الكنيسة اللي بتقوم على شخص واحد بس تكون كنيسة ضعيفة معرضة أن لو الشخص ده تعب الكنيسة تتعب جنبه نعم نعم لو الشخص ده ضعف روحياً كنيسة كمان تضعف ولكن لما الكل يستخدم المواهب الكل بيقوي بعضه يكي الكل بيقوي بعضه طيب في سؤال عن المواهب الروحية بيقول هل ممكن المؤمن يفقد موهبته الروحية؟ آه طبعاً أو لا لا للأسف آه للأسف آه ما ممكن يفقد موهبته الروحية أولاً إيه الحالات اللي ممكن لو المؤمن ما خدش باله منها يفقد موهبته أولا إذا ما استخدمتش الموهب يعني إذا ما استخدمش الوزنة تأخذ منه الوزنة زي ما كان في مثلا الوزنات إيه مثلا الوزنات تحكيه لنا من فضلك مثلا الوزنات أنه الرب أعطى خمس وزنات وأعطى وزنتين وأعطى وزنة لمين لناس لعبيده لعبيده فالذي أخذ خمسة جاب خمسة والذي أخذ اتنين جاب اتنين ربح يعني تاجهوا ربح ربح اتنين ربح وجاب اتنين وجاب خمسة ولكن الأخذ واحدة قال علمت أنك خاسي تأخذ من حيث لم تعطي وأنا طمرتها في الأرض وهي هذه الوزنة اللي أنت أعطتها طيب السيد عمل إيه معه؟ السيد عمل إيه معه؟ عمل إيه؟ قاله أيها العبد السيء كان يجب أنك تتاجر أنا لو حطيتها في المصارب كنت أخذتها مع ربع مع الربع بتاحها مع الربح فإذا أخذ منه الوزنة وطرد بمعنى أنه لم يقبل طيب العبد ده ما أخسر شيء العبد ما أخسر شيء ليه السيد قال له أيها العبد الشرير والكسلان يعني إداله كده كلمتين شداد قوي قوي مع أنه ما أخسر شيء حاجة هو أخذ وزنة رجحها وزنة ما هو أخذها كان ممكن يعطيها لواحد غيره ويربح فهو خسر الوقت خسر الوقت والربح الوقت اللي ممكن يربح فيه يبقى عدم استخدام الموهبة طبعا عدم استخدام الموهبة يجعلنا واحدة منهم أنه تأخذ الموهبة منه يعني لو واحد فينا عنده موهبة وما استخدمهاش طبعا تضيع منه تضيع منه ربنا يحمينا نعم طيب دي الحالة الأولانية أمتى المؤمن تاني يخسر موهبة الروحية لما يستخدم الموهبة خطأ لما يستخدمها خطأ يعني بدل ما تكون لتمديج اسم الله تكون لتمجيده وفتكر موهبة هاي إلي معناها أنا صاحبها وانتهى الأمر لا لابد أن هذه المواهب نعرف أننا مسؤولين عنها ونحن نمتلكها بقدر ما نفيد بها الآخرين تكون بركة إنا وبركة للآخرين أيضا يعني يعني إيه يستخدمها صح؟ لأنه مثلا لو واحد صوته حلو مثلا وحب بدل ما يرنم يغني يعني يعني أنه واحد صوته حلو بدل ما يرنم يغني يبقى استخدامها خطأ بدل ما يرنم ومجد اسم الله يغني ويمجد العالم في الحال يكون استخدام خاطئ يعني كمان إحنا المفروض نستخدم الموهبة في الغرض التي وضعت لأجله تماما أو يعني للغرض اللي ربنا إدى لأجله لو استخدمناها غلط تضيع أكيد تضيع طيب نصحت إيه حضرتك للناس اللي هي بتستخدم موهبتها غلط أو ما بتستخدمهاش على الإطلاق إيه النصيحة اللي تحب توجهها لهم؟ أوجير من نصيحة أنه الموهبة اللي عندكو استعملوها لمجد الله بركة إلك وبركة لغيرك يعني رح يرجع لك أنت بركة تكون مبارك فهذه وزنات ترجع لك مضاعفة هذا الشيء الشيء الثاني أنه ما عمرك تستخدمها خطأ عمرك ما تستخدمها خطأ ليش؟ لأنه إذا استخدمتها خطأ بتكون لعنة عليك بدل ما تكون بركة إلك فكل مننا رب عطناه وزنة أو يعطيه مواهب والمواهب موجودة شرط أن إحنا نكتشفها فلازم كل واحد مني يحاول أن يكتشف الموهبة اللي عنده اللي ممكن يكون رب عطاهانه قبل مسأل عن اكتشاف المواهب هل ممكن المواهب تزيد؟ حضرتك تقولت أو المواهب ممكن تتضاعف نعم يعني ممكن إن المواهب تزيد نعم ممكن المواهب تزيد أو نفس المواهبة تتضاعف تتضاعف نعم يعني ربنا يديها أبعاد أكتر من كده أبعاد أكتر وقوة أكتر ولو الإنسان أمين ربنا يدي له أكتر نعم أيها الصالح ولكنت أمين في القليل أقيمك على الكثير يعني ممكن الموهبة لو الإنسان أمين ربنا يدي له أكتر وأكتر وأكتر نعم أمين إزاي نكتشف موهبنا؟ يعني دي سؤال عملي دلوقتي بقى دلوقتي أنا مش عارف حاجة أنا بروح الكنيسة بصلي وخلاص يعني معرفش أكتر من كده أنا عضو عادي ومش عارف عندي موهبة أو لا بقل اللي بعمله أن أنا بروح وقعد كده وخلاص بس أنا بالتأكيد ربنا أداني موهبة أكتشفها إزاي؟ أولاً ممكن الإنسان يحاول أن يكتشف موهبته هو يحاول مع ذاته يا ترى أنا عندي الموهبة هاي أو لا يا ترى كده أو جاء يحاول يكتشف الموهبة اللي عنده يعني ما يقول أنا ما عندي لا يحاول يكتشف إذا فيه عندي موهبة أو لا الشيء الثاني أنه الكنيسة والقس يحاولوا يساعدون يلاحظ نفسه يعني لو واحد بيرنم ويجي حد من الأعضاء وقال له صوتك حلو يمكن من هذا الوقت يبتدي يكتشف أن صوته حلو واللي ممكن يتخدم الترنيم لمجد الله يعني أعضاء الكنيسة والأساس عليهم دور في ملاحظة بعضهم في ملاحظة بعضهم بعضهم أنه هما يكتشفوا الموهب اللي موجودة عند بعضهم جميل أو إذا ما في موهبة إذا فكرنا أنه ما في موهبة على الكنيسة أن تصلي وتقول يا رب من أرسلني الموهبة الفلانية إحنا بحاجة إليها موهبة الشفاء محبة الوعد موهبة التعليم أي موهبة يصلبوها من الرب حتى يرسلها إلى أي شخص من الموجودين من أعضاء الكنيسة نصلي لأجل هذه المواهب نعم إحنا متشكرين جدا 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 جناب القصة عبد الملاك دويس على هذا اللقاء الممتع وقتنا خلص بسرعة بنشكر الرب على هذه الكلمات المباركة كما بنشكركم أيضا أحباء المشاهدين والمشاهدات على الوقت اللي إحنا استمتعنا به معا فيه خلال كلمة أو دراسة كلمة الرب عرفنا النهاردة المواهب الروحية وتكلمنا إزاي نستخدمها بطريقة صحيحة إزاي نكتشف المواهب لازم نصلي ربنا لازم المؤمنين يشجعوا بعض عشان نكتشف هذه المواهب اللي موجودة عندنا ولازم دايما نحط قدامنا إن المجد يرجع لربنا أولا وأخيرا أحبائي عنواننا أو بريدنا الإلكتروني موجود على الشاشة أمامكم الآن يساعدنا جدا نحن نتراسل مع بعض يساعدنا نحن نسمع أسئلتكم ونحن نعرف تعليقاتكم على البرنامج ويكون فيه بيونتنا اتصال حي في اسم الرب يسوع أشكركم على الوقت اللي قدنا معا على أمل اللقاء وقت آخر سلام الرب معكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة